بسم الله الرحمن الرحيم. ابناء التلاميذ السلام عليكم. بعد ما كنا شفنا في فيديو سابق معنا عبارة حرفية. وفهمنا كيفاش نبسطوا عبارة حرفية. اليوم راح نشوفوا قضية الأقواس في العبارات الحرفية في العبارات الجبرية. رايح تصيب تصيب الأقواس. هذا الأمر لا بد منه. شوف تبع معي هالأمثلة هذو اللي وجدتهم لك. فيهم أقواس. شوف المثال الأول. هذو ما كان من عبارات عبارات جبرية حرفية يعني فيهم فيهم الحروف. وهي دلالتها أعداد لكن ما عبرناش لها بالأعداد عبرنا لها بالحروف. شوف المثال هذا. أ زايد 2 في بي زايد 5. أ زايد بي زايد 5 قسمة 4. أ زايد 3 بي زايد 5 نقص 4. و أ زايد 2 بي نقص 5 بي زايد 1. شوف هنا القوسين. هذو وقع أقواس في العبارات الحرفية اللي عندنا. تبع مليح. هذو القوس اللي هنا سواء كتبتو ثنين فيه ولا كتبت ثنين برك. وندي الثنين. ثنين بي زايد 5 حكذايا. يحب يقول فيه. عملي ضرب. يعني جوداء. معنى شكتبنا فيه. هنه أكتبتو فيه باش تشوفه مليح. هنه عندك عملية ضرب. وهنه عندك عملية قسمة. وهنه عندك عملية جمح. وهنه عندك عملية طرح. كنتكلموا في الدرس القاعدة الثانية من تحت بسيط العبارات الحرفية. نتكلموا على الأقواس. كتبتو عندك قوس. ملتصق فيه عملية ضرب. ولا قسمة. قوس ملتصق فيه عملية ضرب. وإما بقدر ما تكونش حكذا. ما تشوفش الفي. تشوف ثنين. قوس بي زايد 5. يعني بهذا الشكل. رحي ضربة. هذي. زايد ثنين. بي زايد 5. هكذا. هذي ناحية بيقول. نارك عندك عملية ضرب. داكو. شوف مليح. أنا كتبت هنا فيه. باش تشوف مليح. علامة الضرب. هناك عندك عملية ضرب. داكو. هنا. نقطة. داكو. حذف الأقواص. ما يكونش بالنسبة. للعبارات الجبريانية من هذا النوع. اللي تكون القوس. ملتصق فيه عملية ضرب. ولا عملية قسمة. من ناحيتين منه. على الجهتين. تلقى قوس. ملتصق فيه. عملية ضرب. على الجهتين. من هنا ولا من هنا. قبله ولا بعده. من هنا. تلقى ملتصق فيه. عملية ضرب. ولا عملية قسمة. إياكو. وترفع القوس. دون إجراءات أخرى. داكو نشوفوها. إياك نترفع القوس. عندك عملية ضرب. وعملية قسمة. الضرب يجي هنا. ولا يجي من هنا. قسمة يجي من هنا. ولا يجي من هنا. ونكمل العبارة الجبريات هنا. لا ترفع القوس. هكذا بكل بساطة. لحظة المثالين دي عندنا هنا. هذا القوس. وهذا القوس. في هذه العبارتين جبريتين. عندي قبل القوس هذا عندي. زايد. يعني علامة جمع. وعندي. ناقص يعني علامة. الطرح. هنا. في هذه الحالة. يمكن أن نرفع الأقواص. عندما يكون مسبوق بجمع. علامة زايد. نرفع القوسين. بدون أي تغييرات. يعني. زايد خمسة. هكذا. هكذا. هكذا العبارة تساوي A. زايد. ثلاثة B. ما دام عندي هنا زايد. راح نرفع القوسين. بدون أي تغيير. زايد. خمسة C. ناقص أربعة. خمسة C. ناقص أربعة. لماذا؟ لأن هنا عندنا. زايد. بالنسبة لهنا عندنا طرح. هذه تعرفوها. يوجد القوس مسبوق بعملية طرح. يعني بهذه الإشارة. هذه العلامة. الطرح الناقص. بالنسبة لأقواس. سوف نبدأ الإشارات. تنتاع الحدود. الموجودة. داخل. القوس. المهمة. الأعداد الموجودة داخل القوس. سوف نبدأ الإشارات. A. زايد 2B. هنا. ناقص. خمسة هنا. وكأنه عنده زايد. هنا. كان عنده زايد. كأنه عنده زايد. كي يخرج لازم يكون قدامه ناقص. بالفعل ها قدامه ناقص. هنا. الخمسة. وكأنه عندك إشارة زايد هنا. كي تنحي القوس. الزايد هذا يروح. يجب أن يكون قدامه ناقص. هاي ناقص. هنا عندي زايد واحد. كي يروح القوس. ناقص واحد. هذا بالنسبة للأقواس المسبوقة بعلم تزايد. وعلم تناقص. إذا علمت زايد. نرفع الأقواس. ولا أغير الشيء. إذا علمت ناقص. نرفع الأقواس. وأغير الإشارات. الموجودة داخل الحدود. كي معنى. كانت زايد خمسة. أصبحت ناقص خمسة. زايد واحد. أصبحت ناقص واحد. هذا قرناهم. كي كنا نجمع وطرح أعداد نسبية. تخلي القوس قدامه زايد. ترفع القوس. لا تغير. كي إن قوس قدامه ناقص. ترفع القوس. تغير الإشارات. أنت الأحداث موجودة داخل. الحدود موجودة داخل القوس. هكذا. لكن إذا كان عندك. هذا النوع من الأقواس. دي ملتسق فيه. عملية ضرب. ولا عملية قسمة. لا ترفع القوس كي ما درنا هنا وهنا. يعني. يعني. لدي أ زايد ثنين. ب زايد خمسة. أنا عندي ضربة. هذي راه يضرب. إياك. وإياك أن تكتب لي. أ زايد ثنين. في ب. وتعمل لي زايد خمسة. هذي راهي. الصفر مباشرة. بدون الرحمة للشفقة. داكو. هذي راهي غالطة. أصبح. ولا تقول لي. أ زايد ب. زايد خمسة. قسمة أربعة. تقول لي ندير يساوي. أ زايد ب. زايد خمسة. قسمة أربعة. صفر. لا نرفع الأقواز هنا. نرفع الأقواز كي يكون عندنا القوس مسبوق. بزايد أو ناقص. إذا كان زايد. يبقى الأمر داخل القوس كما هي. نفس الإشارات. إذا كان القوس مسبوق بعلامة الطرح ناقص. راح نغير الإشارة كي نرفع الأقواز. هذه. قائدة هامة. لكي تخدم على العبارات الجبرية. وتجري الحسابات. وتبسط وما إلى ذلك. نفهم الأولاد. نعطيه مثال. نعطيه مثال. عندي مثالا هنا. أ زايد سبعة ناقص بي. هنا عندي زايد. أرفع القوس ولا أبالي. أ زايد سبعة ناقص بي. سبعة. ها وزايد. ونقص. عندي مثال آخر. ناقص 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 ثلاثة إكس. ماذا يساوي؟ عندي زايد هنا. أرفع القوس ولا أبالي. زايد ثلاثة اكس. تبقى لي ناقص 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 ناقص. ونقص ناقص ناقص. ونقص ناقص ثلاثة إكس. ونبصلت العبارات الجبرية. هكذا. عندي مثلا آخر ناقص. هذا هو الأمثلة من الكتاب ناقص سنين بي زائد تسع يساوي ماذا؟ ناقص عندما أرفع القوس هذه الإشارات ستغير ناقص تصبح زائد سنين بي والزائد تصبح ناقص ناقص تسع هذه هي الخاصية التي نتبعها لكي نرفع الأقواس أول شرط ما تكونش القوس ملتصق بعلامة ضرب ولعلامة قسمة إذا كان مسبوق بعلامة زائد يعني عندنا الجمع نرفع القوس ولا أغير أي شيء بالنسبة للشيء اللي موجود داخل القوس إذا كان القوس مش مسبوق بإشارة ناقص سنبدأ نعطيكم مثال أخير ونختمولها فيديو فيديو أخرى بالنسبة لنشر عبارة حرفية لدي ناقص 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 سنعطي ناقص سنعطي ناقص 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 كيف سوف نقص ثلاثة ما هو س BETO9 There's X لنقص ثلاثة وثلاثة وثلاثة لدي نفس الكمية هي X هنا عندي واحد X ونقص ثلاثة X لأنه واحد أقل من ثلاثة واحد نقص ثلاثة نقص 2 x نقص نين نجيب للعبارة هذه انبسطوها x زايد 6x عندي 1x هنا 1 زايد 6x 1x زايد 6x 1 زايد 6 مضروف في x يعني عندي 7x زايد 2 وحنا نظرك نشوفهم بعد خواس أخرى لكن أشفى فقط بالنسبة لهذا الفيديو الأقواس خطيرة جدا في العبارات الجبرية الحرفية خطيرة جدا إذا كان القوس ملتسق فيها ألام الضرب من هنا ولا من هنا كيف كيف لا ينزع القوس إلا بقواعد أخرى إذا كان نفس الشي مرتبط بقسمة نفس الشي وقتاش نحذفو القوس ببساطة إذا كان القوس مسبوق مسبوق مسوش مسبوق يعني قبلو مسبوق بزايد ولا ناقص ماشي زايد هنا وناقص هنا لا مسبوق قدامو يعني قبلو لك ساعة نرفع أنا أعلان نقول لك خاطر سمحولي يا ابنائي بسكو أحيانا التلاميذ يدير وحد الأخطاء تقول يعني يا أربما ما شرحتش يدير وحد الأخطاء غريبة تقول له قدامو يجي لك يقال زايد هنا ينحي القوس لا لا يكون القوس مسبوق بعالمة زايد أو بعالمة ناقص هنا تقدر تنحي القوس ولكن إذا كان زايد نرفع القوس ولا أبال يكون شي قد كيما راه إذا كان ناقص رح نغير الإشارات تعل الأمور اللي كان داخل داخل القوس هذا أبنائي ونلتقي وإن شاء الله في فيديو مقبل باش نشوفه نشر عبارات جبرية السلام عليكم